بالتأكيد احنا متفقين انه فيه ضوابط بتحكم سلوك كل واحد لكن فيما يخص العاملين في الدولة ضوابط السلوك الوظيفي بتفرضها قوانين قانون الخدمة المدنية اللي بيطبق على الموظفين واللي كان اطلاقه ويعني بداية العمل بيه واحدة من مبشرات او بشاير التغيير الحقيقي في منظومة الاداء الحكومي لان نتعرف على تفاصيل ما يخص بقانون الخدمة المدنية